كشف محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد رئيس هيئة النقل العام رزق علي بتعميم تجربة نظام التتبع الإلكتروني لضبط أوتوبيسات النقل العام وخطوط سيرها على جميع أوتوبيسات الهيئة والتي وصل عددها بعد الدفعة الأخيرة من الأتوبيسات إلى ثلاثة ألاف أوتوبيس خلال عام واحد من الآن هذا وطلب المحافظة رئيس هيئة النقل خلال افتتاح منظومة التتبع الإلكتروني بأتوبيسات هيئة النقل العام طلب بإعداد تقارير يومية عن ألية عمل غرفة العمليات والتحكم في الأتوبيسات والتزام السائقين بخطوط السير المحددة لمتابعة خط سير أوتوبيسات النقل العام وللحد من مخالفات السائقين دشنت هيئة النقل العام غرفة المتابعة والمراقبة وتعقدت الهيئة مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتشغيل منظومة إدارة الحركة والتتبع الآلي لعدد مئتي أوتوبيس نقل عام كمرحلة أولى المنظومة دي طبعا فيها مزايا كتيرة جدا لأنها بتخلي الهيئة تقدر تعرف الأتوبيس موجود فيه وسرعيته قد إيه وهل هو ماشي على المصاري اللي المفروض يمشي عليه ولا لا وبيطلع تقارير بكل حاجة من خلال النظام الشكاون من السرعات هتختفي إن شاء الله على الأقل في المرحلة الأولى المتين أوتوبيس التزام بخطوط السير ده برضو مهم جدا جدا أن أنا بقدر أحزب المسافة الأبطاعة السوادة لأن هي ده استهلاكات من واقع إنه هو لو استهلك وقود أكتر مسافة أكتر مش في خط السير هتؤدي إلى استهلاك وقود أكتر هيؤدي إلى تكلفة أكتر هيئة النقل العام فدي كلها حاجات كأن الأفكار دي جات لنا اتأكدنا مع العربية التصنيع على ميتين أوتوبيس تشمل المنظومة أجهزة لاسلكية رقمية حديثة مزودة بجهاز جي بي اس لإرسال الإحداثيات إلى غرفة المراقبة والمتابعة أول بأول إحنا يوميا بنابتدى ندخل التشغيل اليوم للعربيات بندخل أسام السوائين الموجودة على العربية الخطوط اللي ماشي عليها وبنابتدى نتابع معاهم بقى السرعة تجاوزات سرعة تجاوزات خط سير هل هو وقف مدة طويلة وبتدى نتابع المتابعة دي على مدار 24 ساعة وعلى مدار الوردية اللي موجود فيها الأكتوبيس دورنا تسجيل بيانات ثم تتبع العربيات من خلال شغلنا على الشاشة بيظهر لنا ألارم بحدوث تجاوز سرعة عدد توقف زيادة عن اللازم يعني تغيير مصار بهذا يطلع لألارم مرئي أو مسموع على الشاشة فبالتالي بتتبعه وتكلمه على جهاز لسلكي بصوتي إذن ستضمن غرفة المتابعة توقف الأكتوبيسات في كافة محطات السير والانتظار في المحطات طول المدة اللازمة وعدم تجاوز السرعات المقررة